عايز سألك على اتنين لعيبة تحديداً من اللعيبة اللي مشت من النادي الاسماعيلة سألك على عبد الرحمن مجدي كان من اهم الركاز الاسعي في الفريق ممكن ربما يكون اهم فريق او اهم لاعم مؤثر في الفريق وسألك كمان على عمر الساعي عبد الرحمن مجدي البرامدز وعمر الساعي الى النادي الاهلي عبد الرحمن مجدي مبداياً تتوقع نجاحهم مع البرامدز؟ طبعاً 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 يحط نفسه وسطهم بصورة كبيرة إمكانياته غير طبيعية دايما أنا شغلت مع عبد الرحمن كتير جدا دايما كنت بقوله عايزين نزبط العقلية شوية أنا شايفه حتى من أول ماتشلاب معاه ومعامل أسست وهو كان محتاج لمصلحة نادي الإسماعيلي ولمصلحته من هو يبعد يخد تجربة جديدة بنظام جديد فنتمنى التوفيق لكن هو إمكانياته لأ ممكن تعمل كل حاجة عمر الساعي رايح لزحمة كبيرة في وسط ملعب النادي الأهلي هيفرد نفسه عمر الساعي كريم بفضل الله الحمد لله كان أحمد حسان ميدو وأشرف خدر أول ناس لعبوه هاي ها طبعا أول ناس لعبناه عمر الساعي شخصية غير طبيعية ما بيخافش خالص أول ما لعب معانا نزيله مثلا كنا نزيله بالتدريج كده نص ساعة يعملك ثلاث أربع كورة حجون ولا يعني يعني عشان كده الشخصية دي هتنجح في نادي الأهلي وبعدين إمكانياته مش طبيعية عمر العب كبير بجات وعنده السن الصغير وعنده الشخصية والالتزام وما عن نادي الأهلي والتزام النادي الأهلي لا عمر ممتاز لا لا ممتازة هيعمل حاجة كبيرة هيعمل حاجة كبيرة هيعرفه يعملوه لأن عمر لازم زبه لسنه صغير محتاج خبرات لكن هو إمكانياته مش طبيعية ممتازة شكورة على الجن حاجة محترمة رؤية سليمة يعني كنت دايماً أقولها عايزين نزود إنه واحد دفاعها شوي عشان تبقى حاجة قدي جده يعني أنت عارف المركز المثالي بالنسبة له ايه؟ عمر يلعب في ثلاثة فصة الملعب يعني لما تلعب محور تكسف النجل الأهلي رقم ستة ورون أعطيها مساء وتلعبه هو وإمام عشور ثمانيتين يعني حاجة من تتكلم حاجة جميلة حاجة خطيرة يعني طبعاً حاجة خطيرة لا لا أيه هو يعني هيفرم على نادي الأهلي والنادي الأهلي هيفرم معاه يعني عارف أنت الأمور هتبقى راجبة على بعضها فهيامحك كويس